عقد حاكم إقليم بوركو اجتماعا موسعا ضم المسؤولين الإدارين والعسكريين وقطعات المجتمع الأخرى ذلك بهدف حثم على جمع الضرائب التي ستساهم مساهمة كبيرة في التنمية المستدامة للوطن تقرير زينب أحمد الضلة وقراد أدم حسن المكه ضمن سلسلة اللقاءات والمشورات الهادفة إلى حل بعض الإشكاليات الاجتماعية والسياسية للإقليم التقى حاكم إقليم بوركو بعيان ووجهاء وكبار شخصيات المنطقة في اجتماعين مختلفين لتقريب وجهة النظر في المسائل التي ترتبط بتطوير وتنمية إقليم بوركو الاجتماع الأول كان مع المسؤولين الإدارين ورجال الجماريك والمكلفين بجمع الضرائب والإرادة العمى ترقية التنمية المستدامة وغيرها من القضايا كانت في جد لعمل هذا الاستماع الذي شدد فيه حاكم الأقليم داود حماد إلى ضرورة إدراك رجال الجماريك لكل الأمور التي تعرقل تنمية المنطقة ووضع كل الضوابط والاستراتيجيات للتغلب عليها أما الاجتماع الثاني فقد جمع الحاكم مع رجال الدين وموثري القبائل في المنطقة بالإضافة إلى رؤساء المربعات والحرات بمدينة فيع وتناول الاجتماع في طياته مسائل عدة جلها كانت تنصب حول مسائل التعايش السلمي بين الأديان وكذا الحفاظ على الأمن والاستقرار حاكم الأقليم داود حماد بشير خلال الاجتماع الثاني أشاد بالدور المنط الذي يلعبه رجال الدين وعيان القبائل في تحقيق الاستقرار واستدباب الأمن نظرا لكونهم الشريحة الأساسية للمجتمع طالبا منهم التعاون والتكاتف مع المسؤولين من أجل إرساء السلام والأمن والاستقرار بالإقلم بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت الوكالة الاقتصادية والاجتماعية من أجل التنمية بحفر ثلاثة أبار ارتوازية بجانب فصول دراسية لصالح السكان واللاجئين بمدينة جوزبيضا بإقليم درسلة أدم حسن المكام ثلاثة أبار ارتوازية وستة فصول دراسية نفذتها وأشرفت على إنشائها الوكالة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذلك بهدف توفير المياه الصالحة للشرب للسكان واللاجئين بئرين تم وضعهما داخل مدينة جوزبيضا وبئر واحد في قرية بحر التي تبعد بمسافة 20 كم من المدينة بالإضافة إلى إنشاء ستة فصول للدراسة في المدرستين الابتدائيتين لمعسكر جبل للاجئين مناسبة التدشين تخللتها فقرات وكلمات عديدة من قبل مسؤول مكتب الوكالة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية بغوزبيضا صادق أحمد ومسؤولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بيجي مينينغ الذين يكدوا بأن توفير المياه الصالحة للشرب يخفف من معاناة المرأة طالبين من السكان استخدام الماء بطريقة مثلع أما النائب الأول لعمدة جوزبيضا محمد السوار ومنذوب التعليم والشباب بإقليم سيلة بشار السمح قال بأنهم سيحافظون على هذه الممتنكات شاكرين الوكالة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على هذه البادرة مؤكدين بأنهم سيقومون بوضع لجنة لمتابعة والتسيير هذه المنشآت قام أمس أعضاء نادي مستمعي إزاعة فرنسا الدولية بزيارات ميدانية شملت بعض المؤسسات التعليمية من أجل حث الطلاب لاختيار التخصصات العلمية حسب رغباته تقرير ياسر محمد أحمد وقراءات زمزم طهر عشور تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018 قام وفد من نادي شباب مستمعي إذاعة فرنسا الدولية بن جامينة بجولة في بعض المدارس والمؤسسات التعليمية وذلك بهدف توعية وتوجيه الطلاب خاصة في معرفة ميولهم واختيارهم للتخصصات المناسبة للمواصلة في المستوى الجامعي بدأت الزيارة بسانوية الحرية وسانوية جوجيه المركزية وقد قدم الوافد رسالته التوجهية للتلاميذ المدارس للتعبير عن رغبتهم واختيارهم التخصصات العلمية نعم الريطة السعة المدارس ترجمة نانسي قنقر وننوه بأن أعضاء نادي شباب مستمع إداعة فرنسا الدولية بن جمينة قدموا العديد من الوصايا والإرشادات الضرورية كالالتزام ومواصلة الدراسات إلى المراحل الجامعية